المعصية الثالثة التي استوجبوا فيها اللعن وسخط الله عز وجل والعداد مع الفاسقين والدخول في نار جهنم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه شو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انت بصير تقول انا ما بدي والله مو جاي على بالي والله انا شو دخلني في الصفل اهل حمد تندوب حمد كل عنزة معلق بك رعوبة فخار يكسر بعضه هذه الكلمات منين يا اخوان تسمعونها بين الناس يقول لك انت ما دخلك لا تدخل بيجعك راسك تركه اخي شو بدك فيه كل مين على دينه الله يعينه هل هذه آيات من القرآن هذه كلمات تخالف القرآن الكريم كل مين على دينه الله يعينه كلمة تخالف القرآن اهل حمد تندوب حمد كلمة تخالف القرآن سخاري كسر بعضه كلمة تخالف القرآن كل عنزة معلق بك رعوبة مخالفة القرآن الكريم يصطفلوا مخالفة القرآن الكريم شوف الله عز وجل لعن بني اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه والله قال لبئس ما كانوا يفعلون اسوأ عمل اللي يفعلونه انت تشوف رفيقك عم يعمل معصية وتسكن حكي لك شيء كلمة يا رجل يا رجل رفيقك بيحبك ينتظروا منك كلمة وارفيقك بيعرفك بتحضر بالجامع وهو أصلا عم يعمل هالمعصية قدامك شان يشوف انه شو رأي الشرع بس ما بده يقول لك شو حكم الشرع انت صاحب دين بالنسبة له انت شيخ الاسلام والمسلمين فانت لما سكتت هو فهم انه عناتها بيجوز بيقول لك لو ما بيجوز ليك هذا بيحضر بالجوامع كان قال لي شيء ما قال لي ما قال لي شيء معناتها بيجوز أخوك عم يعمل هالمعصية وانت عم تسكت هو عم يفهم بانه بيجوز لو ما بيجوز كنتي حكيت ارفيقتك لما بعتت لك الرسالة اللي فيها هذه الصور لما انت استقبلت الرسالة وقالت لها شكرا عرفت انه بيجوز لانك انت بتحضري بالجوامع لو كان حرام كنتي قلت لها شيء بس انت قلت لها شكرا معناه طب نيح هذا الكلام يا أيها الإخوة والله إذا انتشر المنكر بيننا وسكتنا إذا أهل الخير ما تكلموا وبدك تتكلم بالحكمة والموعظة الحسنية وبدك تكلم ارفيقت مرات بس بده منك كلمة انه الله يرضى عليك لا عدت بعت هيك صور خلاص ما عدت بعت ارفيقك بس بده منك كلمة شر له بانه ان يبتعد عن هذا الامر هلأ مرات بيستجيب بهذه الكلمة مرات ما بيستجيب بس انت قل يا أيها الإخوة إذا انتشر المنكر والله سيؤذينا جميعا إذا السرق انتشرت ستؤذينا جميعا إذا الرشو انتشرت ستؤذينا جميعا إذا النظر إلى الحرام انتشر سيؤذينا جميعا إذا هتك الأعراض انتشر سيؤذينا جميعا الشغلة مو ضحك أنه أي شباب هلأ وقتون عم يضحكوا مع بعضهم البعض مهما كنت لاعبا في شيء إياك أن تلعب بدينك بعدين انت بتريد أن تفعل هذه الفعلة وينالك ما نال بني إسرائيل هلأ بمقدمة الدرس الله لعن بني إسرائيل مو لأنه قوميتون شو هي الله لعن لأنهم هكذا فعلوا شو لعن يعني طردهم من رحمته ما عد في رحمة نزع الرحمة منهم لا يتناهون عن منكر فعلوه الأحاديث أيها الإخوة في التناهي عن المنكر في الأمر بالمعروف كثيرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع يعني كما نهاه عن المنكر قال فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده بيعود معهم بنفس السهرة وبيأكل على نفس الصفرة وبيضحك نفس الضحكات مع أنه هنين قاهدين عم يعصوا الله قال يعني تعرف رفقاتي شو بتريد أنا أتركهم يعني الله بيريدني أتركهم النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول دعينا الذين كفروا بني إسرائيل أول ما دخل النقص على بني إسرائيل هيك يجينا عند رفقاته لا أول عم يعصي الله يعصوا الله بيقول لهم لا تساوي هيك يقول لهم نحن ابن نساوي يوم يجي يعود معهم فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده يعود معهم وبيأكل وبيشرب بيقول لك أخي أنا ما عم يعصي الله لأنه صح والله عم يعصوا الله بس أنا لكني أعد على جنبه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل أول ما دخل عليهم النقص منهم قال فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم قال ثم قال كلا والله هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن بيقول كلا يعني ارتدعوا عن فعل بني إسرائيل والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم وتأطرنه على الحق أطرا وتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم هذا بيأكد يا أخوان أنه الشغل اللعنة ليس لأنه من بني إسرائيل اللعنة لأنه عملوا هالعمل ترى ديروا بانكم بتعملوا عملهم بدوا يلتعن الإنسان كما لعن بني إسرائيل يعني يطرد من الرحمة ما عاد فيه رحمة فيه شغل ايه بس ما فيه رحمة فيه تعامل بين الناس ايه بس ما فيه رحمة فيه زواج ايه بس ما فيه رحمة فيه أولاد ايه بس ما فيه رحمة بينه فيه أب بس ما بيرحم أولاده في زوجة بس ما بترحم زوجة في ابن بس ما بيرحم أبو هذا معنات لعنة يا أيها الإخوة نحن عبيد رب العالمين يرسل لنا هذا الكتاب والأمر بأيدينا لابد لابد يا إخوان أنت المسؤولين أمام الله كل واحد بيناتكم إذا في معصي أن يقلع إذا في اعتداء على الناس أن يصد هذا الاعتداء ويعيد الحق إلى صاحبه لا سمح الله تعرف من حولك من يقع في المنكر قل له الكلمة الخيرة ادعوا له خذوا إلى مجالس العلم والله بجوزة سبب والله تعمل رحمة تخيلوا الله يشوفنا كلياتنا عم نشتغل هيك في خدمة ديني لازم تكون شهيخ أنت لتساويها الشغلة لا لازم تلبي صائية وقلابية وعباية لا لازم نحط لك ميغريفون مشان تدرسنا يعني لا لازم تصير أنت خطيب الجامع لا هو خطيب الجامع يأمر بالمعروفينها على المنكر والأستاذة اللي بيعود هون يأمر بالمعروفينها على المنكر وانت بمحلك بشغلك بدكانتك بجامعتك ببيتك كمان تأمر بالمعروفينها على المنكر هناك يرحمنا الله تعالى ترجمة نانسي قنقر